بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين تحية طيب أخوكم جمال واضفار يحييكم في مقطع جديد مقاطعة تعلم مع جمال طبعا الأخ قال لي السلام عليكم أستاذ جمال أعساكم بخير بارك الله فيك على كل ما تقدم معلومات ومجهود راقي السؤال هل يمكن أن يكون فرق بين الوحدة الداخلية والخارجية من حيث القدرة التبريدية مثلا الوحدة الخارجية 2 طن والوحدة الداخلية 1 طن أو العكس وإذا أمكن أيهما أفضل كم يكون الفرق المثالي بين الوحدتين وهل يؤثر ذلك على كفاءة التبريد أرجو الإجابة إن أمكن مع التقدير طبعا يا حبايبي يا الله أحفظكم أول شيء هذا الكلام لا يجوز صراحة لا يجوز إلا في حالة وحدة إذا أنت مضطر زين يعني عندك وحدة 2 طن الداخلية تلفت وعندك وحدة داخلية 1.5 مثلا تبغي تستفيد وتدمج بينهم نقول لك أنت مضطر العكس نقول لك أيضا أنت مضطر أما أنك والله تتعمد هذا الشيء يعني تروح السوق نزين وتشتري وحدة مثلا 2 طن داخلية على وحدة خارجية 1.5 طن تقول أنا مثلا أبغي أمكس بينهم أبغي أخلط بينهم أبغي يعني استخدم هالوحدات فهذا الكلام أمانة غير جيد ولا يجوز لأنك أنت بهذا الطريقة أمانة يعني ما تستفيد من سعة التبريد الفعلية للجهاز يعني على سبيل المثال إذا كانت هذه الوحدة إذا هو يتكلم عنها الوحدة 2 طن وجاي أنت تبغي تركب لها 1 طن يا أخي الـ 1 طن الداخلية الصغيرة يعني الشبك الداخلي الصغير المروحة صغيرة يعني كمية الغاز اللي رح تأخذها أيضا قليلة مقارنة مع الـ 2 طن هذه اللي الشبك الخارجي كبير الضاقط أيضا كبير كمية الغاز أيضا كبيرة وبالتالي أنت تضيع صراحة يعني جالس تصرف كهرباء على الفاضي سواء كنت كانت الوحدة مثلا الداخلية 2 طن والخارجية مثلا 1 ونص أو العكس أنت ما رح تستفيد من هذا الموضوع الأفضل يعني إذا أنت أضعف الإيمان وحدة خارجية 2 طن أكاي ممكن تركب عليها هيتاشي داخلية 2 طن يعني يعني 1 زايد 1 وحدة خارجية سامسونج وعندك الداخلية مثلا جنرال تدمج بينهم ممكن بس تكونون يكونوا في نفس الساعة ولو أني أنا ما أيد هذا الشي لأنه فيه فرق فيه فرق بسعة التبريد بين الأجهزة يعني جنرال مستبيشي ساعات التبريد فيه تختلف عن الوحدات العادية يا أخواني مثل يعني أعيد وأكرر يعني مثل ما أنت جاي تركب مكينة أربع سلندر على سيارة أصلا هي مكينتها ستة سلندر أو العكس يعني هذك يا دوب هتقوم تشيل عمرها والثانية صاروخ أو أنك تركب مكينة ستة سلندر على سيارة مكينتها أصلا ثمانية سلندر ففي مشكلة عندك تصير عندك مشكلة تجد تصرف بترول على الفاضي يعني أنت مو مستفيد لا من مكينة ولا من حتى في صرفية البترول بالتالي يا أخواني الله أحفظكم لا يعني لا توصلون لهذه المرحلة لأنك والله تقول أنا بركب أثنين طن داخلية أو خارجية على واحد أو واحد ونص طن داخلية جهاز آخر أنت كذا عيد وكرر تصرف كهرباء مو مستفيد من الغاز الموجود أيضا سعة التبريد غير مناسبة هنزين يعني جالس تصرف الفاضي ممكن أحد الأخوان يقول لك أنا الثنين طن هذه خارجية أبغى ركب عليها وحدتين داخلية طن وطن يعني أبغى أوزح مع الغرف نقول له ممكن ولكن هذه الطريقة رح تحتاج إلى عدة أمور يعني لاب تكون تفني فاهم متى تفصل الوحدة الداخلية الأولى عن الوحدة الداخلية الثانية متى تتوقف الوحدة الخارجية عن عمل في حال توقف الوحدتين لأن هذه شغلة هذا يبغى لها نظام سيستم لكن أنك تخلط اثنين طن على واحد أو واحد ونص على اثنين ما أدري فرجاء يعني لا تجربون هذه الأمور اللي ما تنفع لا تسمن ولا تقني من جوع صرفية الفاظي وخسارة صراحة الفاظي بس هذا أيضا نسيت أقول لك المواسير تختلف ما بين الوحدات هذه اثنين طن مواسيرة ما صور تخط الضغط وما صور تخطر السحب تختلف عن الوحدة اثنين طن أو واحد طن كلهم اختلف رح تعاني من مشاكل الضغط يرتفع الامبير يرتفع استهلاك الكهرباء يرتفع تبريد الجهاز يقل أو ما يكون موافق يعني أنت يجالس تشغل اثنين طن على واحد طن أو اثنين طن بعضهم بعضهم يعكسون في الغازات يعني يركب لك غاز 410 على غاز 22 أو غاز 22 على 410 مثلا في وحدات مختلفات هذه أنا سويتها لازم تكون خبير في هذه الامور وتعرف متى تدمج الوحدات ومتى تعكس الوحدات ومتى تخلط بينهم مو بأي واحد يسويها زين أرجو من الله العلي العظيم أنا كون قد وفقت في صالح هذه المعلومة ونلتغي إن شاء الله معكم في مقاطع أخرى متعلم مع جمال إذا عجبك المقطع لا تنسى الاشتراك وبدأ العجاب وأيضا نشره ما أحباكم نشوفكم على خير إن شاء الله إن شاء الله بعد رح أجاوب في المستقبل عن أسئلة مختلفة من المتابعين ترجمة نانسي قنقر